قلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو ألو أيوة أزيح حضرتك الحمد لله تمام بس أنا حضرتك طيب وحضرتك طيب أعراب بيك محمد ما حضرتك محمد محمد كم سنة عشرين عشرين سنة ورطبت يا محمد والله المفروض أيوة طيب مفروض أيوة إيه بقى يعني هو فيه أيوة فيه ارتباط ببنت بس يعني في مشاكل إيه بقى المشاكل قولي والله حضرتك أنا الموضوع بقى له فترة وحاسس إن أنا مشي في نفق ظلمة صراحة ومش عارف يعوديني على فين مه لي يعني أنا بش ما حاسس بأي حاجة هو حضرتك تعرفنا على بعض الفترة السنوي مه آم يعني كنا قضينا يعني سنة أو أكتر من سنة كزميل بس تلحد ما يعني صرحتها بحب لها وقالتني أنها ببديل من نفس الشعور يعني الموضوع مش كويس بدأت بقى يعني أهلها بقى واتعرف عليها بس اكتشفت يعني صادمة كبيرة جدا مستوهم الاجتماعي كان شيء ما كنتش أتخيله يعني هو يعني حضرتك ما فيش مشكلة بالنسبالي مه بس يعني حضرتك عارف إن الجواز مش مجرد يعني ولد وبنت لا لا جواز يعني حاجة مش مرتبطة بيضابين احنا شخصنا وبس يعني فأهلي طبعا أنا كنت محرق جدا أنا فاتحه في الموضوع مه بس يعني اللي كان مصبرني يعني كنت متوقع إن ربنا يكررنا ونخش كليات كويسة مه يعني حاجة أقدر يعني أكون أكون فخور بيها قدام أهلي أنا بقولهم دي حبيبتي دي اللي اخترتها مه آآ وكانت الصدمة برضو في نتيج السنوية العامة الحمد لله أنا ربنا أكرمني ودخلت كليسة طب مه بس آآ هي يعني بدون ذكر الكلية هي دخل الكلية متواضعة جدا برضو بس يعني الموضوع الزاد تعقيد مه آآ جيت بقى حضرتك المشكلة بقى كبيرة جدا فأنا نفسي أنا ممكن أواجه أهلي وممكن أقصادهم وممكن أتجاوزها يعني بس أنا مش عايز كده أنا ما كنتش يتمنى يعني يعني علاقتي بالبنت دي تتطور وتتقلب بالشكل دوت مه بس آآ هو دلوقتي أنا مش محسسة بأي حاجة والموضوع بين نسبة لنا ماشي كويس جدا مه بس يعني أنا والدي راصد ويعني واخدين موقف جامد جدا مني في الموضوع دوت وانا يعني ماشي معاها كويس وبكلمها كويس وهي مش حصل أي حاجة وانا حاسني كده كل ما تمديت كل ما بصدها معايا أكتر وانا عارف ان العلاقة دي مصطعب انها تم مه انت من جواك رافض والله حضرتك هي كانت لحد فترة معينة انا كنت بحبها حب غريب مه بس كل مادة ومادة والطور بتاع بيقل وحاس ان الحب لها بيقل ويعني حاس ان لو فتتها مش هموت بس هي لو ساريتم او انا لو بعثت عنها انا متأكد ان الموضوع من الزرق مش عادي على خير هي عادي على خير بص ما حدش بيموت من الحب بنجرح وبنوجع وبنعيط وبنصوت وبنلطم بس ما حدش بيموت من الحب الفكرة ان انت طول ما انت قاعد معاها طول ما انت معطلة طول ما انت قاعد معاها طول ما انت مع الشمها بتفشل ليه بتصعب عليك ولا هي اللي بتعطي عيات لك وتقولك ارجوك لا 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 بس انا انا بخاف عليها انا برضو مهما ان كان انا مكرهاش ويعني يعني لو حصلها حاجة برضو هي عغالية عندي بالدن بس يعني في نفس الوقت الموضوع كله معقد فمش عارف انه الموضوع ازاي اصلا بس هو مستحيل الموضوع يكمل انا يعني بس كده بظلمها معايا بقى طالما انت حتتفت في اعتبارك انه مستحيل الموضوع يكمل يبقى لازم تاخد موقف الموقف ده ببساطة مطلقة انك توقع تتكلم معها او لا بس يا بنت الناس انا بحاول في الموضوع بتاعنا من كل الطرق والوسائل اهلي والدنيا واللي حولي والموضوع مش هيكمل لدرجة ان انا جات لي سدت نفسي من الموضوع خلاصي حاسس ان انا بظلمك وبظلم نفسي والدنيا بتروح وانا كل يوم بقضي معاك في ظلم وقهر ليك ومش هيبقى صح وحاسس ان انا عشان ارضي ربنا واردي ضميري ان انا ابعد عنك علشان ما ازكيش اكتر من كده لأ او نحاول ونجرب قلها لأ يعني لأ او لاز تكون لأ بتاعتك دي قاطعة اذا كنت انت بتتعذبي شوية انا كمان بتعذب اذا كنت انت هتتعذي انا كمان هتعب بس ده احسنين احنا اللي اتنين وتقطع يعني تقطع يعني تغير رقم تليفونك يا دكتور يعني تغير اي وسيلة من الوسائل ممكن تحاول توصلك بيها وتضغط بيها عليك اه هتجرحها بس هي ممكن تطلع من التجربة دي بعد جرح شوية وتبتدي حياتها من قوله جديد انما طول ما انت قعدنا عمل تعطلها وعمل امور تتفاقم وهتوصل في النهاية ان انتوا هتسيبوا بعض بحادثة بمشكلة كبيرة وزعيء وسريخ وبهدلة فاحنا نقتصر البهدلة دي كلها طبعا ما انت شايف ان الوضع مستحيل ونجيب من الاخر اشتركوا في القناة